أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل مع نجم من نجوم السبعينات زي ما قلت لكم في المقدمة أنا مش عايزة طلع كل الجواية لأن الجواية كتير جداً مع نجمينا الكابتن محسن صالح لأن ده زي ما قلت ده الرئة التانية بتاعت اللي كنت ما تنفس بيها ده محطة من محطات اللي أنا كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون اسمي مصطفى عبدو كابتن محسن أخبرك إيه؟ الحمد لله مصطفى وعشتنا عاداتك الحلوة وكلامك والله الأيام اللعبة كانت أحلب كتير من الأيام دي ربنا يجعلها كده أيام سعيدة عليك وعلى أسرتك كلها كده وتعيش في هنا إن شاء الله على خيرك إذن الله أنا معاك طبعاً هقول حاجات كتير جداً وهبدأ الكلام معاك يمكن الكلام هيبقى مختلف عن الحلقات اللي فاتت لأن الحلقة دي عشان عارف أنها داسمة جداً وعارف قد إيه جماهير النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي مستنين أن نسمعوا الكلام ده هبدأ معاك بصور لأن أنا ما شفتها قلت لازم أبدأ بالجزء الأولاني ده بالصور صور عشان تعرفوا الكرة دي كانت مع شوقة الجماهير وما زيت لحد هذه اللحظة بس أنا لما قلت في المقدمة قلت كلنا لازم نلتف حوالين منتخبنا القومي لأن بلدنا كلنا بنحب بلدنا والمنتخب ده من الحاجات الجميلة زيه زي ناد الأهلي زي ناد زمالك اللي بفرح الشعب المصري بابتسامة في الفوز سواء بالبطولات أو المتشات لكن اللي أنا شفته في الصور ده حواليكم حاجة ممكن لأول مرة هتشوفوها ويتميز بها الكابتن معصن لأنه جاب لنا زكريات زكريات قديمة أوين أنت بدأت الكرة فين؟ ده سؤال مكرر في كل الحلقات لا ما يدبس الجزء الأولاني والإجابة هي واحدة ولكن معايا مختلفة بعض الشيء يعني أيوة يعني أنا عايزك تطلع لجواك بقى هنتكلم في الكرة هنتكلم في الكرة هنش نتكلم في الفن هنتكلم في الكرة يعني احنا بنتكلم دلوقتي في عصر الأكاديميات الانتاج كله بيطلع من الأكاديميات لكن مع ذلك أكاديميات بتصرف عليها فلوس في ملاعب في مدربين في أقصائيين لكن المواهب ما زالت قليلة المنافس الأساسي للأكاديميات زمان كان أكاديميات الشوارع اللي احنا كلنا تخرجنا منها في الصحات في الصحات الشعبية والشوارع لأنه ما كانش فيه يعني الزحام اللي كان موجود دلوقتي الشوارع ما كانش فيها العربيات اللي كانت موجودة دلوقتي سهل جدا أنك انت يعني تقفل شارع وتلعب مباراة أو حتى تعمل دورة تدريبية بالكروية لأبناء المنطقة أو أبناء الأحياء المختلفة وبالتاني يعني ده شايف الصورة دي كمتن؟ يعني ده منظر أنا يعني نادر تشوفه دلوقتي أو انقرط ما عادش موجودة مظبوط ليه لأنه الكرة كانت زي شوف الناس في البلكونات شوف الناس في البلكونات والعشباك قاعد وبتاع شوف الناس تعشق الكرة زي الجماهير اللي حضرة مثل هذه المباريات يعني ربما تكون أكتر من الجماهير اللي بتحضر في المباراة في الملاعب الاستداد الصورة دي فين يا كابت؟ دي كانت في بورسعيد بورسعيد سنة كامل؟ الستينات أنا كنت بلعب في المباراة دي لأنه اللي صور ده كان واحد من السكان هذه الفيلان دي فيلان هيئة قناة السويس وكان الشارع يعني فيه متسع أنك انت تعمل فيه مباراة فيه زي ساحة يحضر فيه يعني مش قال من خمس تلاف سبعة تلاف متفرق في المساحة اللي انت شايف وزمان ده كان جمهور كان جمهور ده كرة شراب يعني كان الجمهور كان يحب الكرة الشوارع دي هي المصنع اللي تخرج منه المواهب الكبيرة نعم فالرغم فوارق الامكانيات يعني انت متكلم على الكرة في الشوارع ما كانش فيه مدربين لا 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 كان فيه مشرف أو واحد يقولك أنا مدير الفريق ده أنا هكون فريق وحسميه بس كان فيه كشفين كتير ما ده هنا الكشفين كانت تيجي تفتار من هنا ده كانت في أحياء يعني ده حي من الأحياء اللي موجودة في بورسعيد لكل بورسعيد أو كومورية مصر كان كلها فيه أحياء زي كده بتتلعب فيها كرة ومنها يتم تخريج أو اكتشاف المواهب عن طريق الكشفين نعم وبالتالي فهذه المباريات أنا بعتبر أنها كانت المدرسة اللي خرجت كل المواهب اللي مش قادرين نحصل عليها دلوقتي في وجود إمكانيات أفضل بالضبط كالبني الأساسية موجودة في كل حاجة ترجمة نانسي قنقر